بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام السلام عليكم أرى أن المسلمين الصادقين الربانين لابد أن يجاهدوا أنفسهم وما يرتقوا إلى تنظيم الجماعات والشعوب لكي ندرى عن هذه الشعوب مناويلات العروب التي لا حاجة لنا بها فلابد من مدن قوي نزيه كريم ينعيش القلة الصحيحة القلة الوفية لله سبحانه وتعالى والسائر على درب محمد عليه الصلاة والسلام لابد لهذه القلة أن ترعى من علاقتها بربها وتحصن الضم به وتأخذ الكتاب بقوة وتقول وعلى الله توكننا وعلى الله قصد السبيل عندئذن يوليهم منارات الهدى ومصابحها ويكونون شراعات الهداية عبر دانترنت وغيرها وحتى الصعوب حين ترى من هؤلاء القادة استقامة ونزاهة باستوى الصعوب تتحرك نحو إصلاح رباة البين ونحو إصلاح الحال مع الله وحين نصطلح مع الله يكون الفوز ويكون النصر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحو أفضل